اهلا بكم في قناة احمد ستوري قبل ما نبدأ فيلم النهاردة وما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة واتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت اسمها فيفان وهي خايفة وبتجري في الغابة وبتصرغ فيفان علشان حد يسمعه وينقذها ولكنها بتتصدم ان صوتها مش بيخرج وفي الوقت ده بتصحى فيفان من النوم وهي مرعوبة من الكابوس اللي شافته وبتلاقي فيفان رسالة من المدرسة عن المقال الجديد اللي لازم يشتغل عليه في السنة الجديدة واللي بيكون عبارة عن شرح واحد من اهتمامات كل طالب والسبب كمان اللي عايز يدخل الجامعة علشانه وبتقوم فيفان تتجهز لأول يوم دراسي لها وبتودع ماميتها ليزة وبتروح على المدرسة وهناك بتقابل صديقتها المقربة والوحيدة كلوديا وبيتكلموا عن اللي عملوه في الأجازة وبعد كده كل واحد بيروح على فصله وبيبان ان فيفان بنت هادية وانطوائية وملهاش اي علاقة باي حد في الفصل بتاعها وبيدخل مدرس اللغة الانجليزية وبيسلم على كل الطلاب وبيرحب بلوسي الطالبة الجديدة اللي نقلت جديد للمدرسة وبيبدأ الأستاذ يسأل عن رأيهم في الكتب اللي طلب منهم انهم يقرؤوها فبتقول لوسي ان فكرة الرواية كانت عنصرية جدا وده لان الكاتب تعاطف مع البطل في نهاية الرواية برغم انه كان غلطان في حق البطلة وهنا بيتدخل طالب في الفصل اسمه ميتشل وبيعارد كلام لوسي وبيقول ان البطل في النهاية كان طيب وما يستحقش العقاب فبيعجب الأستاذ برأي ميتشل وبيتجاهل رأي لوسي وفي الوقت ده بتتفاجأ فيفان بساث وده يبقى صديقها في المرحلة الابتدائية وكان قاعد جنبها وبتلاحظ ان الساث اتغير جدا وبقى وسيم وبيخلص اليوم الدراسي وبعد كده بتروح فيفان تتسوق مع والدتها وبتحكي لها كمان عن يومها وبتوصفه انه كان يوم ممل جدا وبيعدي عليهم واحد من جرانهم اسمه جون وبيسلم على ليزا وبتلاحظ فيفان نظرات اعجابه اللي والدتها وعلشان كده بتحرجه وبتجبره انه يمشي وتاني يوم بتلاحظ كلوديا ان فيفان مركزة مع الساث ولما بتواجهها بتعترف فيفان انها بدأت تعجب بساث جدا خاصة بعد التغير اللي حصله ده وفي البريك بيروح ميتشل للوسي وبيحاول يقرب منها ولكن لوسي بتبعد ايده عنها وبتهدده انه لو كررها هتاخد رد فعلي قوي ضده وبيبان غرور ميتشل في كلامه مع لوسي وبيقلل منها وبيحرجها وبتكون فيفان واقفة بعيد وبتشوف اللي بيحصل للوسي ولكنها مش بتتدخل اما لوسي بقى فمش بتسكت وبتروح تشتكي للمديرة من افعال ميتشل معها وبتقول لها انه بيحاول يضايقها بكل الطرق ولكن المديرة مش بتهتم بالشكوى بتاعت لوسي وبتقول لها ان ميتشل دايب اهم طالب في المدرسة وده لانه قائد فريق الكرة اللي في المدرسة وبتنصحها كمان ان هي تتجاهله وتبعد عنه فبتخرج لوسي وهي متضايقة من رد فعلي المديرة وفي طريقها للفاصل بتشوف فيفان اللي بتقف تتعرف عليها وبتنصحها كمان انها تابد عن ميتشل لانه الشخص مزعج وهيدايقها ولكن لوسي بترفض نصحتها وبتقول لها ان ميتشل ده لازم يوقف عند حده وبالليل بترجع فيفان وبتشتغل على مشروع التقديم للجامعة وبتلاقي كمان صعوبة كبيرة في تحديد الاهتمامات اللي بتفضلها وعلشان كده بتطلب من والدتها المساعدة وبتسألها كمان عن اهتماماتها وقت ما كانت في سنها فبترد عليها ليزا وبتقول لها انها كانت ناشطة كبيرة جدا بتدافع عن حقوق المرأة وبتحكي لها ليزا عن مغامراتها وعن الاغاني المتمردة اللي كانت بتسمعها وفعلا بتبدأ فيفان تعجب بالفكرة وبتدور في شنطة والدتها القديمة وبتشوف كل النشاطات اللي كانت بتعملها لمناصرة حقوق المرأة وتاني يوم بيكون يوم الرياضة وبتعلن فيه مديرة المدرسة ان افضل طالب رياضي في المدرسة هيفوز بمنحة دراسية بقيمة عشر تلاف دولار وفي الوقت ده بتتبعت رسالة على تليفونات كل الطلاب في المدرسة واللي بيكون محتواها تنمر على البنات اللي موجودين في المدرسة ووصفهم كمان بمواصفات مهينة جدا وبيكون من ضمن الاسماء دي اسم لوسي اللي بتتعصب جدا وبيتروح تشتكي للمديرة ولكن كالعادة بتتجاهل المديرة الشكوى بتاعتها ومش بتاخد اي اجراء ضد الطلاب المتنمرين واللي بيكون قائدهم بالمناسبة ميتشيل وبتكون فيفان بتراقب كل اللي بيحصل ده وبتقرر انها لازم توقف ميتشيل وشلته عند حدها وعلشان كده بترجع البيت وبتعمل مجلة اسمها موكسي واللي معناها بيكون الجريقة وبتكتب فيها كمان كل الحقوق اللي المدرسة بتتجاهلها في حق الطالبات وبتطالب كمان بالمساواة بين الولد والبنت وعدم تعرض الطالبات للتنمر مرة تانية وبتطلب من كل اللي بيوفقها الرأي يرسم نجوم وقلب على ايده في اشارة لانضمامه لمجلة الجريقة وبتطبع فيفان المجلة وبتحطها في حمام البنات وبتستخبى بسرعة قبل ما حد يشوف ان هي صاحبة المجلة ولما بترجع الفاصل بتلاقي ميتشيل معا نسخة لوسي من المجلة وبيتهمها كمان ان هي اللي كتبت المجلة وبيصخر منها ومن افكارها ولكن لوسي مش بترد عليه وبتتجاهله وساعتها بتديها فيفان نسخة مجلتها علشان تقرأها وفي البريك بتروح لوسي وبتقعد مع فيفان وكلوديا وبتسأل فيفان لو كانتها تنضم لمجلة الجريقة وبتقول لها فيفان انها فعلا هتنضم ليها اما كلوديا فبتخاف انها تنضم معهم وده لان والدتها صارمة جدا ولو حصل اي شغب هتعاقبها عقاب شديد وتاني يوم بتروح فيفان للمدرسة وهي رسمة شعار مجلة الجريقة على اديها ولما بتلاحظ ان ما فيش حد رسم غيرها بتخبق اديها على طول وبتروح كمان للحمام علشان تمسحها ولكن وقتها بتشوف بنتين رسمين نفس الشعار وبيقولوا انهم انضموا للمجلة علشان يوقفوا التنمر اللي بيحصلهم في المدرسة فبتتشجع فيفان بسببهم وبتسيب الوشم ولما بتروح للفصل بتتفاجأ ان سيف هو كمان انضم للمجلة ورسم شعارها على ايده وده بيخلي اعجابها بي يزيد بشكل كبير جدا وبيعزمها كمان على حفلة في بيت صديقه فبتوافق فيفان فورا وبالليل بتروح للحفلة مع كلوديا وبيكون الاتنين متوطرين جدا بسبب الزحمة والاصوات العالية لحد ما بتيجي طالبة من المدرسة وبتاخدهم معاها لقوضة معزولة عن الحفلة وهناك بتلاقي فيفان كل الطالبات اللي انضموا لمجلة الجريقة وبتتكلم لوسي وبتقول ان ده يبقى اول اجتماع لأعضاء المجلة وبيتناقشوا مع بعض في الخطط والمواضيع اللي لازم يتكلموا فيها وازاي كمان يقدروا ياخدوا حقوقهم ويوقفوا التنمر اللي بيحصل لهم ده وبتسأل لوسي اذا كان حد منهم يعرف مؤسسة المجلة ولما بتسأل فيفان بتكتب وبتقول لها ان هي ما تعرفش وده لانها بتكون خايفة انها تقول الحقيقة وبتقرر فيفان انها تكتب عدد جديد من المجلة وبتطلب فيه من كل الطالبات انهم يلبسوا بلوزات مكشوفة وده يبقى تضامنا مع صديقتهم ان المديرة اطردتها من المدرسة بسبب لبسها وبتروح فيفان علشان توزع عدد المجلة الجديد في حمامات الطالبات ولكن في الطريق بتخبط في سيث وبيقع منها المجلات وهنا بيعرف سيث ان هي تبقى مؤسسة المجلة ولكن فيفان بتترجى انه ما يقولش لأي حد على اللي شافه ده وبالفعل بيوعدها ان الكلام ده هيفضل سر بينهم وبيقترح عليها انه ياخد جزء من المجلات ويوزع على الطلاب وبعدها بتروح فيفان مع لوسي علشان يشتروا اللبس اللي هيلبسوا في المدرسة وبيبان هنا ان الاتنين قربوا البعض اكتر وبيستمتعوا بوقتهم سوا وتاني يوم بتلبس كلوديا زي باقي الطلاب ولكن لما والدتها بتشوفها بيتزعق لها وبتكبرها تلبس هدوم تانية اما فيفان لما بتوصل للمدرسة بتلاقي كل البنات نفزوا طلبها وبيلبسوا زي بعض معادة كلوديا وبتعرف منها ان والدتها رفضت لبسها وبيلاحظ الاستاذ الحملة اللي الطالبات عاملها ولكنه بيمتنى ان يقول رأيه او حتى يشجعهم وده اللي بترجمه لوسي انه بيناصر الحركة الزكورية اللي بتتنمر عليهم وبعد المدرسة بيحضر كل الطلاب ماتش كرة اليد لفريق المدرسة اللي قائده ميتشيل وبتعلن المديرة بعد الماتش ان المرشح الاول والوحيد لجائزة العاشر تلاف دولار هو ميتشيل وساعتها بتقوم لوسي وبتقول ان كييرا صديقتهم هي كمان لازم تترشح وده لانها الرياضية محترفة ولكن للاسف محدش مهتم بيها فوقتها بتقول المديرة ان على الاقل لازم خمسة يرشحوها علشان تنضم للمسابقة فبتقوم فيفان واثنين من اصحابها كمان وبيرشحوا كييرا مع لوسي وبتستنى فيفان ان كلوديا هي كمان ترشحها ولكن كلوديا بتخاف تدخل فبيدخل ساث وبيرشح كييرا هو كمان وبكده بيكون في منافس لميتشيل لأول مرة في المدرسة وبتلاحظ فيفان ان كلوديا خرجت من الملعب فبتخرج وراها وبتعتبها كمان انها مرشحتش كييرا معهم وساعتها بتتخانق معها كلوديا وبتقول لها انها خلاص نسيت صداقتهم وان كمان اصحابها الجداد اخدوا كل وقتها وما بقيتش بتفكر فيها وبعد كده بتسيبها وبتمشي وفي الوقت ده بيكون سيف موجود وشايف اللي حصل وبيلاحظ كمان ان فيفان متضايقة فبيارد عليها ان هم يخرجوا سوا وفعلا بتوافق فيفان وبياخدها سيف لدار الجنائز وبتستغرب فيفان من المكان اللي واخدها ليه ولكن سيف بيقول لها انه من الاماكن المفضلة ليه جدا جدا وبيحب كمان يقضي هنا وقت طويل للغاية وبتسألوا فيفان عن حياته وبتعرف ان عنده تلات اخوات بنات اكبر منه وبيقول لها كمان ان ده كان اكبر سبب لانضمامه للمجلة لانه حاسس بمعاناة البنات والتنمر اللي بيتعرضوله وبتقضي فيفان وقت سعيد جدا معاه وبتنسى فيه حزنها وبتنتظر ان سيف يعترف لها بحبه ولكنه بيفاجئها لما بيقول لها ان الوقت تأخر ولازم يرجعها للبيت وبتوافق فيفان وبتمشي معاه وفي العربية بتستنى مرة تانية علشان يعترف بحبه ولكنه بيكون متوتر جدا فبتسيبه وبتنزل وساعتها بيتشجع سيف وبيخرج وراها وبيقول لها انه معجب بيها من زمن جدا وانه كان خايف ان هي ترفضه لو اعترف ليها وهنا بتعترف له فيفان ان هي كمان معجبة بيه ولما بتدخل البيت بتتفاجئ بوالدتها اللي بتسألها عن الشاب اللي كانت وقفة معاه فبتقول لها فيفان انه صديقها من المدرسة وبتسيبها وبتروح على قضتها وتاني يوم اثناء اجتماع اعضاء مجلة الجريئة بيلحظوا ان زميلتهم ايما بترقبهم فبتعرض عليها لوسي ان هي تنضم ليهم ولكن ايما بتتوتر وبترفض وبتبدأ فيفان واصحابها فعمل دعاية لكييرا علشان تشجع الكل انه يصوت لها واخيرا بتقرر كلوديا ان هي تنضم ليهم وبتروح وبتسجل المجلة في انشطة المدرسة علشان تكون مجلة رسمية وبالليل بيخرج كل البنات وبيحتفلوا سوا ودل انهم متأكدين من فوز كييرا على ميتشيل ولكن تاني يوم بيتفاجأ الكل بميتشيل وهو ضيف في نشرة الاخبار المدرسية وبيستعطف الطلاب وبيقول ان اصحاب مجلة الجريئة بيسوقوا سمعته وعايزين كمان ينهو حياته التعليمية من غير اي سبب وبيقول لهم ان ممكن اي حد فيهم يكون مكانه وحياته تتضمر بسببهم وبيطلب منهم انهم يصوتوا ليه علشان يفوس بالجايزة وفي نفس اليوم بتعلن المديرة نتيجة التصويت وبيتصدم الكل لما بيلاقوا ان ميتشيل هو اللي فاز وده خلى فيفان تحس بالاحباط وبترجع البيت بدري وهي سكرانة وبتتصدم فيفان للمرة التانية في نفس اليوم لما بيتلاقي جارهم جون مع والدتها في البيت وهنا بتفهم انه يبقى حبيب والدتها الجديد وده اللي بيخليها تتعصب لان والدتها خبت عليها ارتباطهم وبتتهمها كمان ان هي متصلتة وبتحب تعرف عن حياتها كل حاجة ولكنها بتخبي اسرارها وتاني يوم بتروح فيفان للمدرسة وهي متعصبة وبتقوم بحملة ضد ميتشيل وبتلزق ملصقات في كل المدرسة وبتشتم فيها ولما بتشوفها المديرة بتستديها على المكتب بتاعها وبتسألها ازاي الملصقات معها فبتتوتر فيفان وبتقول لها ان هي لقاتها في حمام المدرسة زي باقي الطلاب وبتكون المديرة متعصبة جدا وعايزة تعرف مين صاحب المجلة دي وده لان المجلة بتتهمها ان هي مناصرة لميتشيل وانها بتتجاهل حقوق الطلاب في المدرسة ولكن فيفان بتقول انها ما تعرفش صاحبة المجلة وفي الوقت ده بيوصل خبر للمديرة ان في مجموعة من البنات خربوا عربيتها فبتسيب فيفان في المكتب وبتنزل بسرعة ووقتها بتستغلي فيفان الفرصة وبتسرق جايزة المديرة وبتنزل لاصحابها وبتلاقيهم بيتكلموا على قرار فاصل كلوديا وبتتصدم لما بتعرف انها تفصلت بسبب المجلة لان هي اللي سجلتها في المدرسة وبتكون فيفان خايفة على كلوديا بسبب والدتها القاسية وعلشان كده بتروح لها بسرعة للبيت علشان تطمن عليها ولكن بترفض والدة كلوديا انها تخليها تقابل بنتها فبتروح فيفان وبتكلمها من الشباك وبتعتذر لها عن اللي حصل لها بسببها ولكن كلوديا بتكون متضايقة من فيفان وبتقول لها انها تعرف سرها وان هي صاحبة المجلة وده لانها صديقتها المفضلة من سنين واكيدها تلاحظ ان هي اللي عملت كده وبتتهمها كمان انها جبانة لانها ما قدرتش تعترف قدام الكل بالثورة اللي هي بدأتها فبترجع فيفان للبيت وهي حزينة من كل اللي بيحصل معها ده وبتعرف من والدتها انها عزمت جون على العاشها علشان تصلح حلاقته بيها بعد اول مقابلة بينهم وبتعرض عليها كمان انها تعزم ساث فبتعزمه فيفان ولكن بيبان ان هي متضايقة من وجود جون وبتتضايق اكتر لما بتلاقي ان ساث بيتكلم معاها وبدأوا يتصحبه وده خلاها تزعق لساث وتتخانق معاه وتقوله انه كان بيكتب عليها في تشجيع عليها وانه في النهاية تفكيره زكوري زيه زي اي راجل وانه طبعا بعد ما يتأكد من حبها ليه هيتملكها لدرجة انه ممكن يخليها توشم اسمه على ايدها غصب عنها علشان يعرف كل الناس انها ملك ويلغ شخصيتها وبتسيبهم فيفان وبتطلع على قدتها وهي منهارة فبتطلع عليزا وراها وبتلومها على تصرفها السيء مع جون وساث فبتصرخ فيفان وبتقول لها ان حياتها بتتدمر قدامها وهي للأسف مش قادرة تتصرف ولما بتسألها والدتها عن اللي بيحصل معاها بتعترف لها فيفان على المجلة اللي نفزتها تسعى ليه انها تحقق وبدأ يتضمر وبتقول لها فيفان انها كانت السبب لان هي اللي الهمتها بالفكرة من مراهقتها لما شافت نشاطها وهي في سنها ولكنها للأسف ما قدرتش توصل للي كان نفسها توصل ليه وتاني يوم بتروح فيفان للمدرسة وبتحاول تتكلم مع سيث وتعتذر له ولكنه مش بيقبل اعتذارها وبيقول لها كمان انه كان اكتر انسان بيدعمها ولكنها في النهاية نسيت كل ده في وقت عصبيتها فبتروح فيفان على الحمام وهي بتعيد وبتفقد الامل كمان في تصليح اي حاجة في حياتها وفي الوقت ده بتشوف رسالة في الحمام مكتوب عليها الى الجريئة فبتقرأ فيفان الرسالة وبتتفاجأ انها بنت في المدرسة وبتحكي لها في الرسالة ان تم الاعتداء عليها وانها ما قدرتش تقول لحد الحقيقة علشان كانت خايفة وعلشان كده بتطلب منها تساعدها علشان تاخد حقها فبترجع فيفان للبيت وبتفكر طول الليل في الرسالة اللي شافتها لحد ما بتقرر في النهاية ان هي تساعد البنت وبتروح المدرسة بالليل وبتكتب قدام المدرسة عبارات احتجاجة على اللي بيحصل فيها وبتكسر كمان جائزة المديرة وبتصورها وبتنزلها على صفحة المجلة على الانستجرام وبتقول انهم لازم ياخدوا موقف من اللي بيحصل ده وبتعرفهم انهم هيجتمع كلهم بعد الحصة الاولى في ساحة المدرسة وتاني يوم بتروح فيفان للمدرسة وبيلاحظ ساف اللون الاحمر اللي فيهدومها وبيعرف ان هي اللي كتبت الابارات قدام المدرسة وبيتكلم الاستاذ وبيقول ان ادارة المدرسة اصدرت قرار ان اي حد هيسمع لاصحاب مجلة الجريئة ويخرج بعض الحصة هيتم فصله نهائيا من المدرسة ولكن بيظهر الاستاذ دعموا ليهم وبيرسم علامة المجلة كمان على ايده وده بيشجع الطلاب وبيخلوهم يخرجوا وما يتأثروش بتهديد الادارة ومش بيفضل في الفاصل غير ميتش لو اصحابه وبيجتمع الكل في ساحة المدرسة ووقتها بتتشجع فيفان وبتقف تتكلم مع باقي الطلاب وبتعترف ان هي تبقى مؤسسة المجلة وبتقول انها في البداية كانت جابانة وخايفة تعترف ان هي اللي عملت المجلة ولكن بعد ما شافت شجاعة باقي البنات قررت ان هي كمان تتشجع وتقول الحقيقة وبالطالب المديرة انها تفصلها هي بدل كلوديا ودل ان كلوديا ملهاش اي زنب في اللي حصل فوقتها بتقف لوسي وبتقول ان هي اللي اسست صفحة المجلة على السوشيال ميديا وبعدها بتقول كل واحدة من البنات الانجازات اللي عملتها علشان المجلة تكبر وبيقولوا كمان ان هم مش خايفين من الفصل وده لانهم مش حابين يكونوا في مدرسة بتقلل منهم وبتصور واحدة من الطلاب كل اللي بيحصل لايف على السوشيال ميديا وفي الوقت ده بتتشجع ايما وبتخرج قدام كل الطلاب وبتقول ان هي اللي كتبت الرسالة للجريقة وبتعترف ان ميتشيل اعتد عليها في حفلة نهاية السنة الدراسية اللي فاتت وانه كمان ما اكتفاش بالعمل وبس ده كمان اتكلم عنها بين كل طلاب المدرسة بطريقة بشعة جدا وبتقول انها كانت خايفة تعترف بالعمل لانها عارفة ان محدش هيقف معها ولكنها بعد ما شافت شجاعة الطالبات قررت تعترف عليه وبعدها بتبدأ كل الطالبات يحكو تجارب التنمر اللي تعرضوا ليها على ايد ميتشيل وشلته وبتسمع المديرة كل اللي بيحصل ده وهنا بتقرر اخيرا انها تاخد القرار الصحيح وبتروح كمان لميتشيل علشان تفصله نهائيا من المدرسة وبتوصل كلوديا للمدرسة مع ليزا والدة فيفان وبتتصالح مع فيفان وبترجع علاقتهم زي الاول واحسن كمان وبتروح ليزا وبتتكلم مع فيفان وبتقول لها كمان ان هي فخورة بيها جدا وانها كمان حققت اللي هي ما ادرتش تحققه في سنها وفي الوقت ده بتشوف فيفان سيث واقف قدامها فبتعتذر له على طريقتها معاه وهنا بيسمحها سات وبتتفاجأ فيفان ان سيث كتب اسمها على ايده علشان يثبت لها انه مستحيل يتحكم فيها وان هي اللي حبها يتحكم فيه شخصيا واخيرا بتقدر كلوديا واصحابها ان هم يحققوا اللي كانوا بيتمنوه وياخدوا كمان كل حقوقهم اللي كانوا محرومين منها وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة اتمنى تكونوا اتبسطوا معنا ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب واتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد اشوف بقى والشكو على خير سلام